تعددت الروايات حول مقتل الملازم محمد عبدالوهاب فمنها ما تقول راح ضحية للنزاعات العشائرية ورواية أخرى بعمل إرهابي لكن والده يروي لنا القصة الحقيقية لمقتل ابنه في منطقة هور رجب جنوب العاصمة حيث هدد من قبل جاره قبل يوم من التخرج قبل أن ينفذ جريمتهم في اليوم الثاني وهذا ما تحدث به والد المغدور من الكلية جاني أبوه هو اللي قاتل قال لي أنت ليش ما تبطل ابنك من العسكرية شلك بالسالفة هاي قلت لعم باشر تخرجه شنو بطلة قال بطلة خليه استرعلي جهالك وإحنا هنا خيوة وجيران قلت له ما بطلة قال براحتك بس باشر إن شاء الله تصلك هديته شنو هديته ما عرف يعني تجاهلت الموضوع فرحنا جبنا ابني من الكلية واما لبست النجمات مثل ما شفتوا على التواصل الاجتماعي وجبناه فرحانين وجينا وصلنا لي جاي فرادي ودي الحنة وماد شنو هاي الشغلات ومصرف الزوجته على مويد الحنة ثاني يوم وثالث يوم هي الزفة فطلع مئة متر عن البيت سمعت طلقات وعياطة ورسل نحشايت ابو جتب دماغ شنو قمزت من جيت لقيته واقف علي وانفذوا علي واخدت وصلت المستجفى لأنه ميت فوضى تمر الله سبحانه وتعالى وتأتي هذه الأعمال بسبب عدم القانون والنزاعات العشائرية والعمليات الإرهابية في بعض من مناطق العاصمة وتأتي من خلال انفلات السلاح بيد العشائر والخارجين عن القانون هيبة الدولة والحفاظ على القانون من المفترض تكون من الأولويات والحفاظ عليها نحن كم يسؤولين في الدولة لا يمكن أن يستقر أي عمل خدمي إذا لم يكن هناك استقرار أمني هذه الممارسات هذه الأعمال يجب أن لا تمر من خلال الحفاظ على القانون وتطبيق القانون وصرامة التطبيق وأيضا الحفاظ على أرواح الناس وحصر السلاح أيضا وهذا أمر مهم وتشهد مناطق حزان بغداد بين فترة وأخرى عمليات عسكرية وملاحقات لخلايا الإرهاب ومفتعلي النزاعات العشائرية لكنها غير كافية ما لم يكن هناك جهد استخباري استباقي لسام الراء الفضائية عالي الحسني بغداد ترجمة نانسي قنقر